بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي وما زالت مسيرتنا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان نتفرج على حياتنا لما يشملها نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويسير معانا حضرة النبي عشان يفرجنا على مواطن جديدة ومعاني فريدة ممكن نشوفها في حياتنا لما نمشي مع حضرة النبي في سيرته تعالوا نشوف النهاردة عندنا موقف من المواقف المهمة جدا في سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس ممكن يمر عليه مرور الكرام لكن احنا لازم نوقف عشان نعرف السر في سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تخدنا إلى اليسر ومنه إلى السرور حضرة النبي كان معروف برقته في تعامله مع الأطفال وإحنا عارفين أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع أحفاده ازاي سيدنا الحسن وسيدنا الحسين ازاي كان بيتعامل معهم بهذه الرقة وبهذا الجمال ومش بس كثير من الصحابة زي محمود بن ربيع وغيره من الصحابة الصغار كيف كان يتعامل معهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خلونا النهاردة نشوف سورة أخرى ازاي حضرة النبي تعامل مع الأطفال في واحدة اسمها أم خالد هدي بالك بس أم خالد دي مش حد كبير أم خالد دي طفلة صغيرة وهم العرب عندهم عادة كده إن هم بيكنوا الأطفال ويكنوا الرجال والنساء على حد سواء فالطفلة دي اسمها أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص فكانت كينايتها بأبوها خالد بن سعيد بن العاص كان أبوها من الصحابة والسابقين إلى الإسلام هاجر إلى الحبشة من أذى المشركين وهناك جات بنت دي اللي اسمها إيه اللي كانوها بأم خالد وانتقلوا إلى المدينة المنورة سنة سبعة عجرية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثياب فلما أتي بهذه الثياب ثياب فيها إيه فيها خميصة سوداء حاجة كده حرير مفتخر جميل شيء جدا قال من ترون نكسوها هذه الخميصة فأسكت القوم ما كل واحد متمنى أنه يأخذ دي من إيد حضرة النبي ولأن حضرة النبي هي هديب دي إذن أنتم شايفين المجلس فيه صعابة كبار وفيه ناس كتير بس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه يعمل حاجة غريبة أول قال أأتوني بأم خالد فأتي بها يعني يجبوا له أم خالد وهي جارية تحمل إلى النبي إيه دا؟ دي طفلة صغيرة لزا بتتشال وهي طفلة صغيرة تحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم خالد ما هي فاكرة بأ كانت لسا كانت وعية تحدث النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عمل معه الموقف ده فلازم تكون فاكرة وإيه فاكرة مش بس ده مكتوب بالنور وبالحلاوة في قلبه فبتقوله مخالد بتقوله إيه فألبسنيها بيدي أو شوف عشان الكلام اللي بقول لك إيه فألبسنيها شوف كلمة إيه؟ بيدي يعني حضرت النبي هو اللي ألبسها هذه الخميصة بيدي وقال أبلي وأخلقي أبلي وأخلقي مرتين فجعل ينظروا إلى علم الخميصة كده فيها خطوط كده خطوط كده زي ما يكون الحقيقة فيها خطوط ستان كده بتلمع فلما بص خطوط صلى الله عليه وسلم قال لها إيه ورح بيشاور كده على الخطوط حضرت النبي وقال لها إيه يا أم خالد هذه سناء هذه سناء يعني إيه يعني إيه سناء سناء بلغة الفرس يعني حسنة يعني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كمان بإيه بيلعبها وكمان بيدلعها وكان النبي يقول له عايز يقول له إيه اللبس عليك زي الأمر في رواية بقى بتقول إن حضرت النبي إن المخالد دي وهو حضرة النبي لما جابوها لحضرة النبي متشالا قعدت تلعب بخاتم النبوة فظاهر حضرة النبي تلعب بخاتم النبوة بين كتفيه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتعد أبوها إيه اللي أنت بتعمليه ده تحريجين مع رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم قال أبلي وأخلقي ثم قال أبلي وأخلقي العرب عارفين العبارة دي أبلي وأخليقي هو دعاء ده لها بالبقاء وأم خالد تزوجت أم خالد تزوجت بنت خالد من الزبير بن عوام أحد المبشرين من الجنة وولدت له عمر وخالدا وبباركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عاشت طويلا عشان أبلي وأخليقي يعني يطير عمرك حتى قيل لم تعش امرأة من الصحابة ما عاشت أم خالد طب ليه طيب عشان حضرة النبي دعالها تعالوا نقف هنا ونشوف هي إيه الحكاية الحكاية في الحقيقة يعني حكاية النبي الله سبحانه وتعالى جعل قلبه وجعل حياته وجعل كله وكأنه خلق من نور خلق من اللطافة خلق من رحمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في علياء مكانته عند الله وفي عظيم ما يحمله من هموم ما يفوتش أبدا ملاطفة لطفل فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بنحط عنوان هنا ملاطفة الأطفال وإزاي حضرة النبي بيلاطف الأطفال وخاصة لو كان الطفل ده فتاة ليه طيب عشان مشاعرها ورقتها وخصائصها المختلفة عن خصائصة إيه الولد إزاي هي بتحب اللبس الجميل وإزاي هي كمان بتحب كمان حالة من حالات التدليل وكأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هايز يكرس فينا حاجة مهمة قوي إيه هي إن الطفولة قيمة خلوا الأطفال حوالينا يعلمون الجمال خلوا الأطفال حوالينا يعلمون اللطف خلوا الأطفال حوالينا يخرجون من قيودها وإزاي حضرة النبي قال له دعها دعها يعني إيه دعها تكون في حالة مودة بيني وبينها ما تحاولش تقيدها لأن انت لو قيدتها انت ممكن تكسر حاجة فيها احنا محتاجين لها بعد كده لما تنطلق في الحياة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيعلمنا إزاي نتعامل مع الأطفال وسعوا صدركم وانت بتتعاملوا مع الأطفال ليه؟ لأن ساعة ما توسعوا صدركم وانت بتتعاملوا مع الأطفال هتوسعوا حياتكم سيبوا نفسكم مع الأطفال عشان أطفال يورركم الحياة بشكل تاني ولزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول لها سنة سنة وكأنه بيقول إن الأطفال بيورونا الجمال وكأنه بيقول لها الله التوب أحلو عليكي قوي 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 ايه الامر ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعلمنا ان احنا طول الوقت طول ما احنا عايشين مع اطفالنا لازم نكون في اقصى درجات اللطف تعالوا نشوف كده الاطفال بيقولوا الدراسات بتقول كده بتقول ان الاطفال كل ما كان في حنان ليهم في الصغر كل ما كان في احتضار ليهم في الصغر كل ما كان في ملاطفة لهم في الصغر كل ما ده أثر على اتزانهم وثبات عهيتهم وتأكيد زواتهم ومعنى كده أن كل ما قال لي الحنان في حياتهم وهم صغار كل ما بيكونوا معرضين للإهتزازات النفسية والترومات والمشاكل اللي ممكن ما تتحلش وعشان كده احنا لازم طول الوقت نبعارفين أن الأطفال دولة هم مخزون حياتنا من الحنان مخزون حياتنا من اللطف وعشان كده تعالوا نجدد علاقتنا بأطفالنا علاقتنا بأولادنا ليه طيب نجدد علاقتنا بأطفالنا عشان نجدد علاقتنا بأنفسنا احنا ساعة ما بنحل على أطفالنا وبنترطف معهم احنا بنترطف بأنفسنا لأن الأطفال دولة هم المراية اللي ممكن نشوف فيها نفسنا بشكل واضح كل ما كنت لطيفا مع الأطفال كل ما كنت من أهل الأخلاق الحسان فلازم تعرف كده الشخص اللي هو مع الأطفال بينزل من علياء مكانتي ولزيك إيه اللي حاصل فيه تدريب مهم جدا جدا إيه التدريب ده إذا كنت عايز تتواضع خليك مع الأطفال عايز تبقى حنين خليك مع الأطفال عايز تتعلم الرئة خليك مع الأطفال نعمل إيه بقى عشان نجدد حياتنا بعلاقتنا بأطفالنا أول حاجة أول ما تشوف طفل تبسم في وجهه إيه واع تكشف في وجه طفل تكشيرك في وجه الطفل ده بينعكس على قلبك بأشياء لا يعلمها إلا الله ولزيك لازم تتبسم في وجهه الأطفال أمر الثاني خليك مع الأطفال لين ومرن فإن اللي حاصل كلم الأطفال زي الكبار واطلب منهم هم محتاجين إيه فلو واحد عايز يلعب معك قل له تعالين له فخليك مع الأطفال شويتين تلاتة تسترد الطيبة لجواك لأن كل ما تكون لين مع الأطفال كل ما قلبك يكون كمان لين وطيب حاجة اللي بعد كده كمان حاولوا تسمعوا الأطفال الأطفال دولة عندهم وصل بربنا وصل بربنا من عالم ما لا عين الرأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حاولوا نتبنى مصطلح مهم أول مصطلح الطفل المعلم الطفل مازال يعلم لأنه حديث وعهد بربه تعالوا نتبنى فكرة الطفل المعلم وخليك كل ما تتعامل مع طفل حاول تتعلم منه حاجة جديدة تتعلم نظرة للحياة تتعلم فكرة تتعلم إزاي هو مسامح كل ده يعود عليك بأن أنت حياتك تتجدد فما رأيت شيء في الحياة يجلب السعادة ويجدد القلوب مثل صحبة طفل يا رب الهمنا دايما أننا نعرف قيمة أهل النور والبركة والسرور اللي هم الأطفال اللي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرته إزاي نبقى فريحين ونبقى كمان مقدارين الجمال اللي في أطفالنا يا رب جعلنا دايما نقدر مين أنك علينا اللي هي منا اللي هي منها منة الطفولة كرمنا يا رب ببراءة تجعلنا دائما نحب الأطفال